اشتركوا في القناة وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فأراد الله عز وجل أن يبين لنا ما فيه هؤلاء من عناد وجحود وضلال فضرب لنا مثلا وأنزل قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وصفة الذين كفروا وداعيهم إلى الهدى والإيمان وصفة الراعي الذي ينعق ويصيح ويصوت بالبهائم وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها ولا تفهم معاني كلامه فهؤلاء الكفار صم عن سماع الحق بكم عن النطق بالحق عمي لا يرون براهينه ودلائله الواضحة فأمثال هؤلاء لا يعقلون ولا يفقهون ليس لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء برع العرب في ضرب الأمثلة لتقريب المعنى إلى الفهم والإدراك ومن أمثالهم المعروفة الحق أبلج والباطل لجلج ومعنى أبلج أي واضح أما لجلج فهو غير مستقر ومن أمثالهم الشهيرة الشمس حق والعيون نواظره لكنها تخفى على العميان فإن كان هذا ضربهم أتى الله عز وجل لهم بمثل ليقربوا للأذهان ما فيه الكافرون من ضلال وباطل ومثل الذين كفروا والمثل من المثل والنظير والشبيه ومعنى ينعقه يصوته أو يصيح أو يزجره والنعق هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وكل داعي للحق ولما رفض الكفار الحق وتركوه وتمسكوا بالتقليد الأعمى للآباء والأسلاف انحضروا إلى مرتبة البهائم المنعوق بها وكما أن البهائم تسمع الصوت ولا تفهم المراد كذلك الذين كفروا فيسمعون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وصوت دعاة الحق ولا يفطهون منها شيئا ولا ينتفعون بها قيد أم له إلا دعاء ونداء والدعاء للقريب والنداء للبعيد بل إن البهائم في حقيقة الأمر يستفيدون من نعيق الراعي فالبهائم أعقل من الذين كفروا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيله صمم بكم عمي فهم يملكون آذانا لا يسمعون بها الحق ويملكون لسانا لا ينطقون به الحق ويملكون أعينا لا يرون بها آيات الله في هذا الكون البديع ورغم أنهم يملكون الحواس إلا أنهم لا يستفيدون منها فصارت كالمعطلة ومن رأى الحق فأعرض عنه ورأى الباطل واختاره فهل هذا يعقل ومن ترك طريق الجنة واختار سبيل جهنم فهل هذا يعقل لا والله فهم لا يعقلون جزاكم الله خيرا